موسيقى مشاهدنا للأفاضل السلام عليكم مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من أدواكم في يدكم وأولا وقبل كل شيء أود أن أعتذر لكم على هذا التأخر الذي كان لأسباب فنية خارج عن إرادتنا ونبدأ كالعادة بالتحذير الأول لأن ما زالت تسجينا بعض الرسائل الإلكترونية وما زال الناس يطلبوا منا وصفة لهذه المرض ووصفة لتلك العلة وأنا ما جاوبتنيش على المرض الفلاني طبعا تتكلمت على أشياء عامة لكن أنا نحب وصفة كذا ونحن نقوله دائما وأبدا أولا ما نقدرش نعطو وصفات ممنوع علينا بدون ما نشوفه الإنسان ما نقدرش نعطو رأي في قرار طبي في الجزائر ولا في تونس ولا في الكاندا اللي عملوها أطباء هناك وحنا ما عندنش دراية بمش محيطين بكلية المشكلة عند الإنسان وقلنا دائما وأبدا أحنا نعطوكم نصائح تطبيقية لكل يوم حتى الإنسان يتفادى المرض وإذا كان مريض ممكن يحسنه لكن إذا كان مشكل صحي جاء فجأة لابد أن الإنسان يمشي يشوف الطبيب أولا وقبل كل شيء شيء الثاني الآخر هو إذا كان لاحظنا بأن هناك مرض ممكن خطير نحاول بقدر المستطاع نحول المرضى لأطباء موجودين في بعض الأماكن من الجزائر والمغرب الكبير إن شاء الله في كثير من الناس أيضا يرجعوننا يوم بعد يوم حتى البارح أعطينا وصفة للنحافة أو لفقد الوزن أو للأرتروس فحنا قلنا في البداية في بداية كل برنامج حصة قلنا بأن الناس اللي فاتتهم الحصص رجاء يرجعوا إلى يوتيوب المغاربية في يوتيوب ويشوفوها فكل الناس اللي كتبونا على الكوليستيرول وشحم في الدم والسمانة والمشاكل الكولون الكولوباتي الضغط الدم مرضى السكر وما يشبه ذلك اللي تكلمنا عليهم في الوصفة أولا يروحوا يقرؤوا الوصفة يقرؤواها مليح ما يضربوش عليها خط الخطير يبدو لي أن الناس شوية مزروبين يشوفوا في الورقة هكذاك لا 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 أعطينا وصفة لياقبالة ما نقدروش نديرو هكذا عدنا ألاف من الناس اللي يكربونا وإحنا ما رحيش نحلو مشكل كل الشعوب المغاربية ولا الشعوب المغاربية اللي موجودة في الكاندا وفي فرنسا وفي هنا في الانجليز وما يشبه ذلك فالرجاء الناس يروحوا يقرؤوا الوصفة مليح وإذا كان استفسار على الوصفة ولا ما فهمواش حاجة ممكن يرجعوا لنا بالإيميل ونجاوبهم في الوقت المناسب وإلا الوصفة واضحة جدا ما نقدروش أن نوضحوها أكثر من ذلك وإذا فاتتهم حصة والأرتروز ولا كما قلنا هذا اللوبزيتة ولا مرة السكر ولا يروحوا لليوتيوب وإحنا أعطينا هنا في آخر الترانسبار وهذا أعطينا الانتاع يوتيوب وين يضغطوا ويجيوا مقع الحصص اللي درناها في الثلثة شهر ربعاء الماضية جزاكم الله بخير واليوم أحسن جديد من تتجربة كتبت النام منقه المرتبع ولكن أحسن جديد من أации أحسن جديد من رائع القول أحسن جديد من رائع أحسن جديد من رائع أحسن جديد من رائع وأعجب ونقذ مبالي أعطينا في 2008 ولكن في الاقتصادي لقد عطينا العنبي الأمر بالكترح أيضا والحر واحدة المهم في كلامها ويقول فيما بعد «ج'ai suivi vos conseils, j'ai pris les pieds de mouton, les pattes de mouton et j'ai fait la cure de curcuma de 15 jours et j'ai constaté une amélioration. » J'ai dit « le moune t'a pas de la peau de l'achez, c'est pas de l'achez, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'éteindre de la peau de l'achez, ou est-à-dire qu'il n'a, ou est-à-dire qu'il n'a pas d'éteindre ? « Leurs est-à-dire qu'il n'a, tu m'a retourné à nous et tu dirais qu'il n'a pas de la peau de l'achez et je t'a une bonne chance de vivre. » عبر العالم بما أن الكوركوم مفيد جدا وكثير من الناس اللي تكلمون عليه في الإيميلات ولاحظوا بأنه كان فيه تحسن نرجع لكم نعطوا تذكير عام له أنه يكفح الحماظة في المعيدة يكفح القرح يكفح لغاستقيت ومشاكل الكولون بصفة عامة في مشاكل المفاصل لغة خيط لغة خوز يأخذ الإنسان من الفم وإلا يستعملوا في المفاصل بطرق يذوبوا في الماء ولا يدير بهنجال ولا يشوف شو واحد يدير لهنجال مثلا عند فرماسيان ويستعملوا أيضا هكذا ولا يدير به بودرة ويقبضوا في المفاصل التي توجعوا في الليل دائما من الليل إلى الصباح بتشلق هكذا كانت دراسات ورعت بأن حتى في سراطان الجلد الكركم كان عنده مفعول قوي جدا فالإنسان إذا كان عنده سراطان جلد حافظكم الله كلكم وكلنا ما يخسر حتى شيء أنه يعمل غبرة أن تعال كركم هذا فوق المكان هذا ويضمدوا بشلقة يديره دائما في الليل ويخليه حتى الأصبح الدراسات الحديثة تقول أيضا بأنه عنده مفعول قوي جدا في مشاكل مشاكل عصبية خاصة ألزايمير وحتى باركينسون واستعماله هو إذا كانت غبرة يستعمل الإنسان دائما في مغرف انتاع كركم مع شوية هكذا انتاع فلفل لكحل لأن الفلفل لكحل اللي رح ينشط الكركومين هذي اللي موجودة في الكركم اليوم حبي نتكلم لكم على التشينا بصفة عامة لكن خاصة القشرة انتاع التشينا القشرة التع تشينا هذه هي احنا نعرفه التشينا هذيش كل ما يعرفهش عندنا في المغرب العربي هذي نتشينا نقشرها هكذا وننحولها القشرات هكذا نحطهم نحن نحن ندوها ونزيده هكذا والآن نقدر نقطعها بالطريقة هذه هكذا 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 حتى تطلع قشرة واحدة هكذا علش قررت نتكلم لكم اليوم على البرتقال تشينا واحنا كنا ما زلنا ما كملناش كثير من الخضر اللي تكلمنا قلنا نكملوهم في الماضي اليوم الاثنين الماضي رحت نزور واحد من كبار الشيوخ الطب الطبيعي هنا في بريطانيا هو انجليزي كروستوفر هادلي وبخيرنا نتكلموا في سياق الكلام قال لي كيف مشي الحصن تعال قلت له والله ما شاء قلت له الناس كثير يشتكوا من السيمانة قال لي السيمانة؟ قال لي انتم في المغرب كله المغرب الكبير عندكم كثير من البرتقال قلت له طبعا عندنا البرتقال وعندنا انواع منها وعندنا الصغيرة والكبيرة قلت له الناس يكلوها قلت له ما لكن ما ظنيتش انها تعمل فرق فيما يخص السيمانة وإلى الناس ما ربش يستعملوها بكثرة فقل لي قال لي البرتقال في قضية السيمانة هي القشرة القشرة انتع البرتقال يعني هذه خاصة بهذا الشيء الداخلي عندما انقشر القشرة هذا البيض هذا ما نرميش نستعملوه نيبسوه مع القشرة ونستعملوه بعد نوصلوه بعد حين للطريقة كيف نعملوها فقررت انني نتكلم على تشينا يعني البرتقال البرتقال طبعا نسجعنا تعرفوه تعرف باللي موجود في كل المغرب الكبير وحتى العالم العربي المكونات التعب صفة خاطفة ما نعرفه باللي كل واحد يعرف باللي فيه الفيتامين سي فيه الفيتامين سي مركزة كثير فيه الى درجة ان الانسان اذا كتاكله حبة برتقال راح تكفيه كمية الفيتامين سي لكل النهار يعني ياخذ الكمية اللازمة لكل النهار فيها هذو البونيفينول عندهم مفعول قوي جدا في كثير من الامراض نطرق لها بعد حين فيه الفلفونويد هذو من بينهم هذو الاسباريدين الى نارينجانين نارينجانين عفوا نصنى خلال فني هنا اخواني المشاهدين نعم الفصل قصير وارجع لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم مشاهدين الكرام اعتذر على هذا الخلال الفني المجدد نحاول في المستقبل ان شاء الله انه ما يحصل احنا كنا اتكلمنا على التشينا البرتقال اللي موجود في كثير في كل بلدنا المغرب الكبير وحتى المغرب العربي المغرب الكبير والعالم العربي واتكلمنا على مكونات من الفيتامينات وخاصة من الفيتامين سي وقلنا فيه البوليفيرنول والفلافونون وهذو الانتوصيانين وبعض الحموض اخرى اللي هي كلها تعالج كثير من الامراض المزمنة التنكوسية اللي موجودة الان في العالم فربي اعطنا هذا الفاكية هذه اللي فيها اشياء هائلة هذه تشينا للبرتقال كفاكية كلية بصفة عامة عندها من خصوصياتها انها تنشط الانسان تقويه تنشط الكورة الدموية تنشط الذهن تساعد كثير على الهضم وتخرج الغازات ايضا تسهل الكش الناس اللي عندهم كونستيباسيون عندهم امساك يقدروا يكلوا منها كثير يشربوا كثير من العصير طبيعي يعصروا تشينا هذه ما يشروش انتاع الحانود فتقط الديدان وكما نشوف فيما بعد عندها مفعول ضد الخلايات السرطانية يعني الانتيبخوليفراتي ما تخليش الخلايا السرطانية تنتشر هذه القشرة انتاع البرتقال هذه سبحان الله كم من اطنان انضيعوها يوميا اطنان من هذا يوميا ف هذه خسارة بالنسبة لنا كمئات من الالاف من الناس ما يستفدوش منها ورب يحطها الناثمة هاي موجودة ما يستفدوش منها وفي عكس هذا يستعملوا الادوية اللي هي كيميوية وغالبا الاحيان الادوية هذه عندها مفعول طبي لكن عندها مفاعيل تخريبية في جسم الانسان ف لماذا عرب يعطانا هذه ونحن ما نعرفهاش زيادة على هذا من ناحية الاقتصاد انتعى البلاد الأطنان هذه اللي ترح في الزبل علاش ما يجوش رجال اعمال يحاولوا يدروا طريقة بهي يخذوها يبعثوا اكياس للبيوت او شيء من هالقبيل يخذوها ويستعملوها ويوجدوها للناس حتى الناس اللي ما يقدروش يديروا القضايا اللي رح نتكلم عليها الان في البيت تكون واجدة في الحنوة كما هنا في الغرب في صاشيات هكذا تباع تباع القشرة اليبسة ف الرجاء من الناس ينتبهوا لهذا ما يبقاوش يعني متأخرين في الميدان الاقتصادي على الناس كل البلدان الصغيرة اللي عندها البورتقال تستعمل القضايا هذه الا احنا في المغرب الكبير الأجزاء اللي ناخذوها من البورتقال هي تقريب كل شيء ناخذو اللب نتعو اللي نعصروه بهنديرو يعني هذا اللي ناكلوه واللي نعملو به العصير الوردة انتحها نوارا انتحها ثانت وستعمل وعندها مفاعل تهدينية بالخاص الناس اللي عندهم مي القدرشير قدو عندهم لعنصومني عندهم كآبة عندهم اضطرابات فهذه الوردة النوارا انتحها يخرجوا منها زيت طيارة اللي تساعد كثير في الميادين هذي وتخلي الناس يستغنو على الأدوية الطبية الكيميائية الاوراق ايضا تستعمل بنفس الطريقة تيبس وتستعمل الزيت الطيارة كما تكلمنا عليها قبل ثانيتين ونستعمل طبعا القشرة هذه القشرة ونحافظوا على القشرة الدخلية البيضة هذه هي ممكن عندها اهمية كبيرة كل الجهة الخارجية ايضا فاليوم رح نتكلموا على القشرة هذه الشعب او او اعرفوا ان الطيب الشعبي وش يقولنا الطيب الشعبي عرفها باللي القشرة هذه كي تكون يبسة ونسان يقوم بها تا وديرها في الماكلة تكافح الكوليستيرول وتكافح الكوليستيرول اللي مش يمليح حسب التعليم الطبية الحديثة ممكن تعمل اكثر من هذه فيما يخص الكوليستيرول لكن يبدو الطب البحوث الطبية الحديثة ما زل ما وصلتش الى ما هو الكوليستيرول كيف يعمل هل هو عنده مشكلة يدير مشكلة ما يديرش هذه نخلوها جانبا وتقليديا يعرفوا الناس باللي القشرة هذه ايضا تكافح بسرطان الجلد بسرطان رئتين كما قلنا ثان تساعد على الهضم يعني الديجيستيف الكولون إيريتابل اللي يكون عنده الكولون يوجعو تساعد عليه الغاز ثان تساعد تمشيهم وهذه من اجل الفبر اللي فيها في الجهاز التنفسي ايضا تساعد على الزكام وتساعد على الزيقة وعلى الغريب وما يشبه ذلك والناس اذا الانسان اللي يستعملها ايضا يستعمل الجهة الداخلية ويحك بها سنانه يقال تقليديا انا على المدى البعيد تبيض الاسنان ايضا او يساعد على تبيضها لكن من ناحية العلمية وش عندنا احنا بصفة عامة في كل النباتات الطبية عدنا الطب التقليدي الشعبي وعدنا العلم في الى يومنا هذا ومنذ عصور الطب الحديث الدراسات العلمية دائما كانت تأيد او تأكد الطب التقليدي فهنا طب البحوث العلمية تقول بانا عندها يونكشون انتي اوكسيدون يعني ما تخليش الخالية تعني ولو يتخسر ولو دي راديكو ليبر وهذا من اجل او الفضل يرجع للفيتامين سي وانتي اوكسيدون يعني ايضا نتيجة لانتي اوكسيداستيون تحها تقوي المانعات على الانسان قلنا الكوليستيرول ايضا الكوليستيرول في التقليد وهو يأكدوا تأكدوا الدراسات العلمية ايضا فيما يخص امراض القلب ثان القشرة انتع البرتقال تساعد على تفادي امراض القلب بما فيها امراض القلب نفسه بما فيها ضغط الدم وما يشبه ذلك المنظمات الدولية الصحة كلمة على القشرة هذه مطولا لكن اجبتلكم هذه تقول لانسان يأكل البرتقال او تشينا يوميا ويأكل منها كمية لباس بها ويواصل بها غالبا احيانا الامراض المزمنا التناكسية هذه المالادي كرونيك ديجيناتف متجيش وهذه منظمة الدولية الصحية التي تقول فيها الدراسات الحديثة في امريكا وفي هنا في بريطانيا يقولوا بان تحفظ الانسان من امراض كما الالزايمر كما فقدان الذاكرة كما باركينسون مرض السكر الحجار في البيل في الفيزيكو البياليير تحفظ من السكليروزان بلاك الكوليت أولسيروز تانى مرض المسلان والمراضي دو كرون فيما يخص سراطان ايضا الدراسات توري بان كل الدراسات اللي عملوها على الفيران على غالب الاحيان توري بان القشرة التعشينة تحفظ من سراطان الفم وسراطان الحلقوم والبلعم والسراطان المعيدة لأنها تنحي هذا الراديكوليبر من الجسم تاع الإنسان تطيرهم كيفش نستعاملوه هذا القشرة أولا وقبل كل شيء في العالم اللي رانا عايشين فيه كل شيء متلوث فالشجر انتواعنا ثان يرشوهم بدووات بيقولك بيقتلوا الحشرات إن شاء الله نطرقوا للقضية هذه في المستقبل أنا سمعت مرة واحد من بلدية السيغ في الغرب الجزائري يقول بأن الآن في حشرة ولت كونت مناعة للدووات هذو للبيستيسيد اللي يستعملوا بيقتلوها سبحان الله وحنا عندنا أشياء طبيعية أنا نستعملها في الأشجار الانتاعي أشجار الانجاس وأشجار التين والعناب نستعملوها حاجات سهلة جدا وحتى حشرة ما تجيهم بدون ما نستعمل هذا البيستيسيد والإنسيكتيسيد فالإنسان عندما يأخذ تشينا يتنبه يعرف بلي لابد هذا البرتقال هذي فيها أشياء هنا وربما هاتها داخلية لكن داخلية ما قدروا ندير والو هذا يجب يتولى أهلها ثانيا هما باش هذي تبقى في السوق لمدة ثلثة شهر ربع شهر يخلوه يشاكلها خطرة حترشا فيديروا لها جبس معين والجبس هذك يحفظها من رشا ما ترشاش فهذا ثان مظهر لابد الإنسان يتفاداه فالأحرى هو أن الإنسان يستعمل تشينا أنت الحديقة تاو ولا يشيرها من عند حديقة واحد يعرف وما يدلهاش الدواوات ولا حتى بعض الجنان اللي موجودين في الناحية ويعرف بلي ما فيهمش ما يرشو مش بدواوات هذو يشيري من ثم باش يستعمل القشرة إذا كنا ما ملقيناش تشينا اللي هي مرشوهاش بالدواوات وما يدروا لها جل جبس هذك فوش نعملوا نقبضوا بسينا نتاع الماء نديروا فيها قاعد شين هذي نفرغوا فيها الماء ونزيدوا لها كاس انتاع الخل كاس كبير تاع الخل حسبي لدينا 4 ري 3 مان ديروا كاس لدينا 8 ري 3 مان ديروا زوج كيسان والنسان يخلطهم شوية هكذا يخليهم ثم لمدة تقريب 10 تقايق هذا وش الخل هذا وش رح يدير بما انه حامض قاسيد رح ينتجر هذوك الدواوات هذوك لحدين ما هذا وش يقولوا الناس اللي مختصين في الميدان هذي يقول لك الانسان يقلل من المشاكل نقلل من المشاكل الله غالب هذا هو العصر الحديث اللي يرانا فيه فبعد هذا ينحيهم البسينة بعد ما دالهم الخل وخلهم 10 تقايق ينحيهم البسينة يغسلوا مليح بالماء وحده هكذاك ومن بعد ينشفوهم بطرشون ولا منديل أي منديل ومن بعد واش نعملوا كما وسينا هذين يقدر الانسان يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذا البيض لابد الإنسان ينقيه يكرطو باش يبقى مع القشرة القشرة هذه مع اللبيض هذيك هم اللي فيهم تقريب جل المادات في التشينة اللي هي عندها مفعول في جسم الإنسان فيأخذ القشرة وهذا البيض انتحها اللي يراها الداخل هذا نشوفه في هذا الكاب بعد وش الإنسان كما ركما تشوفه في الصورة يقدر الإنسان يقطع هذا القشور بصفة دقيقة يدير يعني مرصوات صغار ما تكونش صغيرة بزاف لكن يديرهم بطريقة أنهم يقدر الإنسان بعد يحفظهم كيف نعملهم بعد نقبضه إزار تعال قطن مش بلاستيك وما هوش تعني له قطن ولا كما ركما تشوفه في الصورة في الكوشة كيف نعملو في الكوشة الإنسان يخلي الكوشة فارغة يسخنها شوية لمدة عشر دقائق ومبعد يطفي كيطفيها يخلي تقريب خمس دقائق تعقب هكذاك ومبعد يدير القشور لداخلها ويغلق ويخليهم هكذاك هذه طريقة عاجلة باش الإنسان يبس هذا القشور باش يحفظهم فيما بعد الطريقة الأخرى وما يديره فوق يظهر في مكان في الظل بالأخص إذا كانت سخانة رحين يومين يكونوا ناشفين فينشوفهم بالطريقة هذه من بعد عندما ينشفوا ويرجعوا كما ركما تشوفوا فيها في الصور إذا خليتهم كبار ينشفوا هكذاك كبار إذا قطعتهم شغل خيوط هكذاك ينشفوا كخيوط ولقد قطعتهم طرف صغار هكذاك كما ركما تشوفوا في الصورة وكي الناس اللي يعني يقطعهم بصيفة يخلهم مشو مرصوات صغار هكذاك جدا فهذه هي الطريقة اللي يظهروا عليها عندما يكونوا يبسين بعد كيف نعمل عندما يبسوا نحاول بعد نقدر نكسرهم إذا كانوا كبار مثلا نقدرناهم كبار نحاول نكسرهم حتى يقولوا صغار بدون ما يقولوا غبرا مرصوات صغار حتى الإنسان يقدر يحفظهم في صاشيات عندما نديروا الفارماسي هذه تعدار ناخذوا صاشيات عمرنا ما ناخذوا تعد البلاستيك بلاستيك نتكلموا عليه مرة وحدة أخرى هو والنيلون مشاكل كبار فيهم فيأخذ الإنسان صاشيات التعاء يأما قطن يأما صاشيات التعاء الكعط هذا يقدر يحفظ فيهم الإنسان لماذا؟ لأن القطن وكعط يخلي هذه القشرات يخليهم يتنفسوا لأنه يحتاجوا يتنفسوا البلاستيك يغلقهم أكل وغالب الأحيان على المدى البعين أخص في البلدان فيها سخانة يقدر يرشيهم ولا يدير لهم يرشيهم بطريقة أخرى وبعد وشي نسان واسي يحفظهم في بلارات أنا أورد لكم هنا بلارة زجاجية شفافة لكي احنا من منظرنا تعطيب طبيعي لابد تكون باللارة فيمي يعني تكون من هذوك البنيين حتى الضو ما يدخلش فيها لأن الضو كل مادة يقيسها كل نبتة يقيسها الضو راح تتخسر شيئا فشيئا فاحنا في الطيب انتنا هنا دائما القرع عن تاع الدووات اللي نستعاملهم حتى يكون دواء مذوب في الكحور ولا في الخل ولا في الأخر يكون في زجاجة فمي يعني بنية حتى الأخر ما يدخلها كيف نستعمل القشور هذه عندما تكون حاضرة وحافظينها في أكياس في دصاشي هكذا تاع القطن وتاع الكاغط نجبدها عمرنا ما نتطحن حاجة ونديروها ونردوها غبرة في البداية نحن نعرف مثلا الكوركم يتباعك غبرة تواب الأخرى راس الحانوت خالية كثير من تواب الغبرة جيد يقبض غالب الأحياني يقبض شوية من المفعول تاعه إلا أن عندما الإنسان يرجع حتى حاجة غبرة راح زيوت الطيارة التي تكون فيها تروح هذه واحدة ثانيا إذا واحد راح يشري شيء غبرة مشكل لأن الآن ناس لو يدغلوا نعرف هنا في بريطانيا كثير من الأشياء جينا من الصين من الهند ممكن أماكن أخرى كي جي مطحونة هكذاك ربي يستر ماناش عارفين إلا رهي صح فيها الكوركم مية بالمية ولا كما قالوا في الزاير الكوركم يزيدوا القرمود يطحنوا القرمود ويزيدوا هلو كما داروا للدلع داروا للمازوت بهي والإحمر لأن الدلع اللي عادوا يغرسوه في الزاير يجيبوا زريعة من الماريكان وزريعة هذيك غيروا لها جينات التحاف عادوا متمتش الدلع للأحمر عادوا يزيدوا المازوت فإحنا الدغل هذاك شيء آخر لأن هذاك الحانوت الواحد يحب بقدر مستطاع يشري أشياء مهيش مطحونة غبرها عندما إحنا فكون عدنا القشور البرتقال في الضار أحسن نخليها مرسوات صغار باش من تفقدش كثير من الغل التحالين كل ما نطحنها كل ما تفقد الغل التحال بسرعة فخلوها كلين هكذاك الطول تقدر تبقى عام عام ونص عامين حسب الحاجة اللي نستعملها فعندما نكون رح نستعمل الغاضية ثم نقبض المهراز ولا نقبض الماشيميكس هداك ولا الأخر ونردها يائما غبرة يائما أطرف صغيرة جدا دو تخي بتي موخصو وهذه نخذ منها مغرف قهوة معمرة نديرها في كاس و نفرغ عليها المغير عفوا هذه ماشي وردها نقبض هذا هذا هو نحن نشوف فيه هنا عفوان هذا هي قشرة البرتقال باللبيض تحتها أيضا موجودة ها هكذا تشوف فيها هذه نقبض منها مغرف أنا نطحنها أكثر من هكذا نقبض منها مغرف كاملة نوضعها في كسرونة ونزيد لها كاس مش قد هذا لكن ممكن أصغر من هذا ندير في ما هذا في الكسرونة مع القشرة اليابسة ونشألو النار عندما نشألو النار نشألوها شوية بارد نكثروش النار باش ماتحركش النبات ونخلوها بالعقل 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 ونخلوها عندما تبدأ تغلي طبعا تكون مغطية عندما تبدأ تغلي نقص النار إلى أقل مستواها ونخلها تغلي هكذا كعلى نار باردة لمدة خمس دقائق طبعا إذا حبينا نوجدو نهار كامل نديرو ثلاث مغرف ونزيدو نديرو ثلاث كسان نتعم ونوجدو لخطة النهار كامل وبعد ممكن الإنسان يشربها سخونة ولا باردة ما يهمش لكن كان طريقة أخرى لما كلمتكم مش عليها هنا واللي هي أحرى احنا في التار مثلا الشيح في بعض العائلات يديروه في الماء في الليل ويخلوه يطلق هكذاك حتى لصباح صباح يشربوها على الفراغ فهنا نقدرون نعملون نفس الشيء بهذه كتجربوها تشوفو باللي راح أتطلق البارح أنا عملته في البيت من باب تجربة مجددة بالنسبة لكم فعملت هذا درته في الماء بارد في الليل في الصباح لقيت الكسرون كحلة به فوش وسيت لها درتها على النار بتسخن هي لحكة باشتغلي وأنا حبستها والآن معايا نشرب هنا نعطي الزملاء وكل شيء فهذه الطريقة يشرب بها الإنسان ثلاث كيسان في النهار صباح على الثناش وفي المساء راح يشوف بإنه حتى المعيدة التعور راح تتولي تمشي مليح مشكل كوروان راح تبدأ تهفت طبعا ما يسناش خاتم سيد لانسوليمان بين الليلة وضوحها كل شيء راح يتسقم لكن يشوف بعد ربع أيام خمس يام الأشياء تبدأ تتحسن الطبيعة عندها الوقت انتحها ما نقدروش ابقىنا الآن هذا الجانب الطبي الآن الجانب الاجتماعي والذوق هذه طرق كيف يقدر الإنسان يستعمل القشرة التعشينة ونعين كيكون صغير كانوا يستعملوا القشرة التعشينة بيدروا بها المعجون طبعا يديروها مع الفاكية نفسها يديروها براج براج لكن الآن كان طرق كثيرة وإنسان ممكن يستعمل هذه من الإنسان يقدر يستعملها ونعرف في الجزائر كان وصفات كثيرة لهذا نحب براج نحيوها ونحاول عوض نديرو السكر لبيض هذاك فيها يحاول الإنسان بقدر المستطاع يدير يأم شوية عسل يأم يستعمل حتى عرق السوس عرق السوس قصاب هكذاك يستعمل لهم يدير قصب زوج هكذاك يطحن شوية هكذاك يدقها بالمهرز ويستعمل ها مع هذا ستتحلل لهم ونزيد صحهم لأنه عرق السوس عنده فايدة للمعدة فأردت فأردت أن أكتفي بهذا النصيب من المعلومات ولو أن فيه معلومات أخرى كثيرة فيما يخص الأوراق فيما يخص النوارة تعل البرتقال نظن إذا عملنا بهذا القشرة ومضي عنيش الأطنان انتاع القشور هذه اللي تروح سنويا كل بيت يبدأ يحضر في هذه مليحة الذري الصغار ومليحة الكبار اللي وجعه راسول اللي وجعه الميقران هذوك اللي وجعه كرشو اللي يعني شيء كلي ربي يدر لنا فارماسي كبيرة صيدالية كبيرة في حبة بورتقال بارك الله وفيكم نكتفي بهذا النصيب ونرجع للمكالمات الآن الأختنا ديامين ورقلا وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وأختي مسل خير مسل خير عليك أنت لا بس الحمد لله أنا من ودنا من مدينة يوغورت فضلي أنا من الأمن باركيستان 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 رهي في ملا اللي نكتفي بهذا نكتفي بهذا نكتفي بهذا نكتفي بهذا ايها اوتحكي عن اوصفة و تعييني عن التعريب و التعريب في ملت ايها ايها لا تقولي عنها الحلقة انت اختيها طبيبة او لا اااا انا امي اختيتها ايها أختي أولاً وقبل كل شيء صحيح أختي في هذه الحالات كان كثير من الأمراض هذه المزمنة لمالادي كرونيك إذا كانت إغاديتار الطيب يقول لك والله إحنا ما قدرنا عملها ولو لكن إحنا شفنا تسمحي لي أختي تسمحي لي شفنا بأن في الأمراض المزمنة هذه حتى لمالادي إغاديتار كثير من الأطباء هنا في الغرب اللي تحدّوا المشكلة هذا التالي إغاديتي ونجحوا مع كثير من المرضى الإنسان اللي يكون عنده أن جان اللي رح يدير له المشكلة هذك عندما الإنسان يعدل الأكل يرجع للطبيعة بشيء يرجع للطبيعة الجان هذك ينسيكس بخيم با هذه موجودة حينئذن الإنسان يعدل الأكل تالي نحن دائما نقوله ونعوده يعني الأساس الحصة هذه هو أن الإنسان يرجع للسنن اللي دارها ربي ربي درنا سنن في الكون هذي يقولنا ما تنقذوش من كاتورزية ميطاش لخطر تموتو اللي حاب يتحدث سنن هذه سر مشكلة ففي الأكل تعني الأكل تعني تغير تلوث بدلوه صفاوة ما بقاتش فيه الغلة الطبيعية ولهذا لو نبدأ نشعر يعني أن نصبح كونسيون دو سننتفادو 80 بالمئة من الأمراض وحنا أعطينا وصفة بالفرنسية وبالعربية اللي تقدر تنزليها تبعثينا إيميل تنزلك عندك لشوى عندك الاختيار بين تنزلي الوصفة الفرنسية ولا الوصفة العربية ولا حتى بثنين لحبيتي وتشوفت حاولي تطبقي المبادئ هذه لأن مشكلنا الكبير هو أن نبتعدنا على الأكل اللي خلقونا الله سبحانه وتعالى وخلقوا بمكونات معينا بصفة معينا لكن الغرب غيرنا المكلة هذا على الغيبوليشون اللي اسموها الغيبوليشون اندوستقيل التورة الصناعية وحنا رأينا نتبعو وكين نتبعو نخلصو المشكلة بارك أنهم عندهم اللوازم الطبية اللي تخليهم ممكن ينقصهم مشاكل هذه لكن احنا في البلدان العربية وبلدان المغرب الكبيرة ما عندناش هذه القضية فالرجاء الإنسان يفكر بأن أكله هو دوان تعوى كين قلكم دواكم في يدكم اسم الحصة هذه عندها معناه كبير ما يجب مش الإنسان يحتقرها لأنه غالب الأحيان عندما نتكلم على البصل أنا شوفته في عائلتي نقولهم تصل والله ديروا هكذا يقول البصل هذا البصل نأكله فيه كل يوم بشي هكذا البصل الإنسان يأكله يأكله صح كل يوم لكن طبية طبيا يستعمله بصفة أخرى وجزاك الله خير نعم حسان من تونس حسان فقدنا حسان وليد من ورقلا وليد إبراهيم من المغرب نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل أريد بغيت نتكلم مع الدكتور الله يجازيك تفضل أنا موجود تفضل أخي أريد أنا دكتور بغيت نتقسيك عن شي هاجا خرج الموضوع اللي كنت تكلم عنه عندي زوجة حاملة وعندها صعوبة الهضم بزاف وعندها الحموضة تهيئة بزاف وبيتك الله يجازيك تعطينا شي وصفة أي والله أنت بعتلنا إيميل ولا ما بعتش لا 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 دكتور أوكي خلاص شوف أنت تكلمنا على الكوركم الآن نعم الكوركم هذا ممكن تستعمل منه مغرف صغيرة مغرف تقهوة لكن مش مع مرة كثير كل صباح بشوية ما قبل ما تبدأ تفطر في الصباح هذا يساعد على الحموضة في المعيدة هذه أول شي طبعا تبدأ على كل شي حلو الحلويات والسكر البيض والعجاجن يعني المقارون والأشياء هذه اللي هي تدير ممكن الالتهابات وتدير لها سي ديتي نعم هذا ابعثنا إيميل تجيك وصفة الوصفة هذه تقدر تنزلها مجانا بالعربية وبالفرنسية وإن شاء الله تستفيد منها فاطمة من فرنسا فاطمة أنا بغيت نقول لكم شيء للحج ومن اللي يجي تغفع بعشهر واللارة سياجة اللي يطبيب الارباس في فمي عندك الارباس وين موجودة في فرنسا وين موجودة في فرنسا أخرجي تلف وين موجودة في فرنسا مرسي خلاص عندي طبيب صديق ثمام ممكن نحولك عليه خلاص ممكن تكتبينا إيميل رسالة إلكترونية عندك يطلع للشاشة تحت عنوان البريد البريد الإلكتروني ابعثنا رسالة وقول لي أنا اللي كلمتكم من مرسي وحبيت نشوف طبيب محلين أنا نعطيك العنوان تاو أقرأ أقرأ دكتر الله يسلمك أحمد بن سطيف أحمد أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخيراً 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 أي أمج عليكم رغباً أمج من فسي lamp نقص للتليفزيون وتكلم معيه في التليفون خلاص شوف اكتبنا رسالة على البريد الالكتروني ونبعثوك للطبيب في العاصمة اخواني المشاهدين وصلنا الى نهاية هذه الحصة ان شاء الله راكم استفدتوا من المعلومات التي أعطيناها اليوم وان شاء الله ستكون معلومات اضافية كلما جينا معلومات نقولها لكم وهذا القشور البرتقال مليح جدا للسيمانة احنا تكلمنا عليها في البداية لكن لاحن نشعلها السيمانة مليحها القشور هذه وتقدروا استعملها يوميا بدون اعراض جانبية والسلام عليكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة